في حديثاً مع وكالة فرانس براس قال الرئيس بشار الأسد إن من الجوانب التي لم يتمكن من فهمها في النزاع المستمر منذ حوالي ثلاث سنوات في سوريا هو تأثير البترو دولار على تغيير الأدوار على الساحة الدولية متهماً فرنسا بتحول إلى دولة تابعة لقطر والسعودية بسبب البترو دولار ورداً على السؤال عما إذا كانت تلقى طلبات غربية بتعاون في مجال مكافحة الإرهاب قال الرئيس الأسد حصلت عدة لقاءات مع أكثر من جهاز مخابرات لأكثر من دولة وكان جوابنا بأن تعاون الأمني لا يمكن أن ينفصل عن التعاون السياسي وتعاون السياسي لا يمكن أن يتم عدما تقوم هذه الدول بأخذ مواقف سياسية معادية لسوريا وفيما يتعلق بمسألة ترشحه للرئاسة أكد الرئيس الأسد أن الأمر يعتمد على شيئين القرار الشخصي والرأي العام في سوريا مؤكداً أنه لا يرى أي مانع من الترشح لهذا المنصب وأضاف الرئيس الأسد في أي معركة احتمالة الخسارة والربح واردة دائماً ولكن عندما تدافع عن بلدك فمن البديهي أن تضع احتمالاً وحيداً هو احتمال الربح فقط وحول مؤتمر جناف 2 أكد الرئيس الأسد أن الذي تنتظره سوريا هو أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج واضحة تتعلق بمكافحة الإرهاب والضغط على الدول التي تقوم بتصديره مضيفاً أن اتفاقات الهدن التي حصلت مؤخراً في بعض المناطق ربما تكون أهم من جناف وفي لقائه وفداً روسياً يضم برلمانيين وشخصيات دينية كان أكد الرئيس الأسد أن مواقف روسيا تجاه سوريا والمنطقة تستند على المبادئ والقوانين الدولية وتحقق مصالح الشعوب مضيفاً أن الضغوط التي تتعرض لها سوريا مشابهة لما تتعرض له روسيا والصين لأن تاريخ الغرب تاريخ استعماري ولديه مشكلة مع أي دولة مستقلة سواء كانت صغيرة أم كبيرة